اشتركوا في القناة 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 الشخص المجهول هو عبارة عن ان ده شخص بيبشرك مش شرط ان الشخص المجهول هو اللي هديك الاموال ولكن الشخص المجهول رمز للبشارة ان ده شخص مش معروف احنا انت متعرفش انت عملت ايه خير عشان خاطر تجازة بيه بالرزق ده فطبعا اخوانا عزاق ممكن يكون الشخص المجهول ده عمل خير انت عملته فبالتالي رد عليك بالاموال والخير ان شاء الله كمان ممكن تشوف اعطاء المال او شخص متوفي بيعطيك المال دي برضو تعطل من علامات البشرات والرزق الواسع وتحقيق الامنيات يعني لو شخص متوفي جالك والدك والدتك جدك جدتك صديق اي حد متوفي جالك في المنام تكلم معاك اعطاك اموال اعطاك دهب مثلا دي عبارة عن بشارة للرأي بالرزق الواسع القادم وممكن كمان تحقيق امنية تحقيق شيء في حياتك انت منتظره هيتحقق ان شاء الله كمان برضو في اعطاء المال او اعطاء الاموال من الناس المحطين بنا اللي احنا نعرفهم مثلا زوجتك بتيجي في المنام بتعطيك اموال او انت بتعطي زوجتك اموال او اخوك او والدك او والدتك طبعا هنا برضو الرؤية تدل على انك في طريقك لتحقيق امنية او في طريقك لرزق ممكن يكون مثلا لو انت شاب الموضوع ده يدل على فتح باب خير ليك ممكن مشروع هتعمله ممكن وظيفة ممكن اموالها تجيلك من اي جهة الله على وعلم كمان ممكن لو فتاة مثلا ورأت ان في شاب بيعطيها اموال او ان ولدها بيعطيها اموال او ان رجل غريب بيعطيها اموال ممكن تكون رسالة لها بالزواج طبعا رؤية ورداء ورؤية جميلة جدا مبشرة ان شاء الله في زواج قريب وفي ارتباط باذن الله طيب لما انت تشوف نفسك بتعطي المال لناس انت بتوزع المال لناسك كذلك الامر الرؤية دي جميلة جدا لما انت تكون ممتلك مال وبتوزعه مثلا بتوزعه على قريبك بتوزعه على اصدقائك بتوزعه على ناس انت متعرفهاش فدي روال حاجة فيها رسالة مهمة الرسالة المهمة هي اخراج الصداقات والاكثار من اعمال الخير بمعنى ان انت ممكن تكون شخص مؤثر شخص مميز مطلوب انك انك تطلع مثلا اموال زي زكاة مالك مثلا توزعها على الناس زي صداقات مطلوب انك ان انت تطلع الصداقات او تخرج الصداقات طبعا الرؤية فيها رسالة بالخير ورسالة دي طبعا بتوجهك الى انك تعمل خير وباذن الله الخير ده هترد ليك خير كبير جدا او شيء كبير جدا في حياتك طبعا لما انت شوف ان انت بتطلع الاموال اعرف على طول ان انت شخص مؤثر شخص مميز وبالتالي تخرج صداقاتك تخرج زي كيات اموالك وربما إن حل مشكلتك فإنك تكسر من أعمال الخير فبالتالي ربنا هيرفع عنك الهم والغم إن شاء الله وهيحقق لك أمنيتك أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته